وسط أجواء رياضية وحماسية بامتياز وعلى أرض فضاء طرابلس الترفيهي وسط العاصمة انطلق ماراثون الأطفال الجري المخصص أساسا للفئة العمرية من خمس سنوات إلى ثلاثة عشرة سنة برعاية مكتب الصحة بالمجلس البلدي طرابلس المركز وحركة الكشافة والمرشدات طرابلس أجواء الماراثون طغت عليها روح التنافس والإصرار بين الأطفال المشاركين الذين حظوا بيوم ممتع بمشاركتهم في فعاليات المسابقة بدعم من مجلس البلدي قموا بعمل نشاطي ترفيهي للأطفال في منتزة طرابلس هنا ترفيهي مقترح قدموا به موظفين معنا ودعمناه كمجلس بلدي وزي ما تشوفوا الحمد لله حاجة نوع من تجديد طاقة للأطفال وترفيه ليهم وخصوصا في فصل الصيف بدل الفراغ ونوع من التتقيف فها نشطات تتقيفية حيث حرص القائمون على الماراثون المخصص للأطفال على إضافة عدد من الفعاليات التنشيطية والتثقيفية ليضيفوا على المنشط الرياضي المزيد من البهجة والحماس الإعداد الجيد للحدث أغرى الكثير من أهالي الأطفال بالانضمام إلى حشد المتسابقين فجاءت المشاركة متنوعة من مختلف الأعمار وبفئات عمرية مختلفة وقد عبر الأطفال في ختام المسابقة عن سعادتهم بالمشاركة فيها والتي لاقت استحسان الأهالي متمنين تكرار مثل هذه المناشط التي تستهدف الأطفال ماشي الحمد لله في قبال الحمد لله حصلنا من الأهالي ونشكرهم على الاستجابة وإن شاء الله دائما في نشاطاته بإذن الله نشكرهم حتى هم ونشكر كل من ساعد ودعم في الموضوع هذا دورهم كان كويس وتشبح فيهم قايمين بالواجب ماشاء الله